تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 496 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 290 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 32 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 66 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 421 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 216 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 217 قضية خبز ناقص الوزن و202 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 196 طن ترجمة نانسي قنقر